بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم حبيبي في فيديو جديد معي على كناتي على اليوتيوب قعدة حلوة مع هن كل السنة وانتوا طيبين بمناسبة المورد النبو الشريف يعود لعينا وعليكم الايان بخير ياربوا على جميع المسلمين والسنة الجاية باذن الله نكون جميعا كده بنزور حبيبنا السلام النهاردة بقى فيديو جديد معي وقلت اعمل معكم النهاردة روتيني في تنظيف القلة بتحتي وكمان نعمل مع بعد غدا حلو كده ان شاء الله هيعجبكم بس الاول كده نشوف الروتيني الاول فتنظيف القلة بتحتي بيكون ازاي عشان في ناس قالت لي انتي بتبخار القلة لما قلت كده ببخار القلة بتحتي فالولي ازاي يعني بتبخاري انتي بتحتي فيها بخور جواه او بتولعي جواه بخو فقلت يعني اوليكم ازاي انا ببخر القلة بتحتي طبعه انا مش بحطي جواه بخور ولا بولع بخور ولا حاجة خالف بس كده انا هنا الاول قولت اخسرها كويص خالص انا بعمل كده كل يوم وانا بخسر المعين بعد ما شطبها وخلصها بخسر القولة بتاحت كويس اوي زي ما انتم شايفين وبخسر ايديها اللي بمسكها منها وكمان بخسرها من جوه جامد وبشطفها لبحيس ما يكونش فيها اي حاجة طبعا بخسر كمان الغطاء والطبع الاستاليس اللي انا بحطها فيه عشان لما حطها على رخامة او حطها على البلكونة تكون كده يعني ايه بتبرق من النظافة زي ما انتم شايفين كده بصوبها بشطفها كويس قوي من الصبون كل اللي كان عليها وبحط فيها جوه مية وبعدين يعني ايه وبشطفها كزا مرة من جوه بحط المية وبعدين برجع كوبها تاني بعدين الجع برضا بحط مية تانية ورجعها بها جامد عشان خطر كلها من جوه تكون مشطفة هنكونش فيها اصار صبو هنشوف بقى دلوقتي ازاي انا ببخر قولة بتحتي وزاي ما قلت لكم انا بحط فيها بخور والع ولا بحط فيها اي حاجة من جوه تروتش هتشوفوا انا ببخرها ازاي وكمان يعني كده بتخلي طعم المية بتاعتها بجد طعمها بيكون حلوة قوي وما بتكونيش محتاجة بقى يعني لا تكون مية ساعة ولا حاجة طب احنا فيه مية ساعة تأزي الزور جامد وبتأثر على الزور لكن مية القولة بجد بتكون مناش اي تأثير ولا حاجة بص بقى بخرها ازاي انا جبتي هنا كده كان فصح مستيكة معايا زي ما انتم شايفين كده ودي الكسرونة انا حطها على النار يعني الكسرونة سخنة سخنة معايا عشان او منزل بالمستيكة مستيكة تسيح على طول زي ما انتم شايفين كده معايا بصوا كده المستيكة هي نزلت بيها المستيكة هتسيح هحط بقى القولة فيها من اي من عند الزور بتاعها من فوق زي ما انتم شايفين معايا كده بالزبط شايفين بصوا اها بقلب القولة كده على المستيكة بحيث انه كل البخار بتاع المستيكة يطلع على القلة من جوه والقلب بتاعه كله يتشبع برحة المستك ما اقول لكمش يا جماعة بجد الحركة دي بتخلي طعم المية ورحت المية فوق الروعة يعني زي ما قلت لك كده انسي بقى لمية التلاجة ولا كل من ولا اي حاجة اه دو باكية كده شربي من مية القلة كده بترتوي بصحيق في ناس اه يعني في واحدة قريت كده في الكومنتات لما قلت ان انا بحيب اشرب من القلة بتاعتي وبحيبش اشرب من التلاجة ومية القلة بتكون عندي افضل من التلاجة بكتير فالتالية تويتي طب هتلك زير بقى بدل القلة والله عايز اقول لك يا ريت ان انا يعني الاقي زير دلوقتي زي بتاع زمان بس امتالي ماش موجود او يمكن هو موجود بس مش موجود في المنطقة اللي انا عايشة فيها لكن هي القلة هي موجودة وغنيانة الحمد لله بجد يا جماعة انا بص كده خلاص بخرتها وخلصتها بعد كده اخدتها مريطة مية وسبتها بقى زي ما انا شايفين غطتها بالغطة الاستلس بتاعها وسبتها على رقام انا بحطها كمان على البلكونة واتفوش الهوى كده عشان خادر تبقى ميتها سقعة قوي انسي زي ما قلتلك كلما وانسي التلاجة وانسي كل حاجة شربة المية من القلة وترجعي كده الايام زمان ايام اجدادك كده وايام ما كنتش بتروحي عند جدتك وتشربي من القلة بجد بقلع كده يعني في نفسيتك حتى حاجة كده بترجعك لايام زمان ايام عمرك الحلوة خلصنا بقى كده وعايز اقول لك بقى لو كنت وصلت معي لحد هنا وتنسينيش طبعا في الاشتراك ومتنسينيش في اللايك علشان خاطر اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وطبعا كلنا القناوات بنشاهد لبعض وطبعا عارفين الكلام ده فياريت كلنا نساعد بعض لان ما حدش هيساعدنا من الكنوات الكبيرة الا باجر وانت عارفين طبعا الكنوات الكبيرة يعني بتحتاج مننا اجر ايه بتحتاج مننا فلوس قدية علشان خاطر انها تساعدنا. فلازم احنا نساعد بعض ان احنا نعمل لبعض الاشتراك وان ما نشاهد لبعض نشاهد الفيديو يعني ما يكونش حتى اقل من تلات اربعة دقايق علشان خاطر ما نوقعش لبعض الفيديوهات لان احنا كلنا نتعب طبعا في الفيديوهات دي وكلنا عارفين ازاي الفيديو بتحمليه وبتمنتجيه وكمان بتصوريه فبياخد منك وقت تقديه. هنا بقى كنا بداينا غدانا مع بعض وكان هنا هنعمل مع بعض سمك مشوي النهاردة. هنشويه في قلب البيت بس انا مش هشويه معكم اني كنت عاملة برضو فيديو به على القناة قبل كده. وكنت شوية في البيت اه وعملة بفيديو. هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. انا هنا بعمل الروتين معكم. عملت الرز وكمان السلطة. اه ده حاجة السلطة ولسه هكمل حاجتها برضو ونقطعها. وده البتنجال انا بحب اعمل البتنجال اه بالدقة ده مع السمك المشوي بجد بيكون حلوة قوي بيفتح النفس خصوصا مع السمك البوري اللي هو المشوي. بصو انا قطعت البتنجال لانه كان كبيرة قطعتها على اربعة وغسلتها ورشدتها مرح ولما الزيت بتاعها بيسخن بشطفها وبرح بعد كده بقى احطها في الزيت وغطيها. زي ما انتم شايفين معايا كده اه بقى بقليه في الزيت وبغطيه كويس لان انتو عارفين الزيت بقى بيترتش على البتاجاز وكمان بيترتش على الستيكر بتاع البتاجاز بيبادر الدليل. الرز بتاعنا كمان كان شرب المياه وبقلبه وباركنه وزيت شرف برحته وبعدين هنا جبنا السمك بتاعنا بقى سمك البوري بحب اخسله قوي في البيت وبحب اشوي في البيت محبش اشوي بره خالص سيانك يا جماعة. انتي مش عارفة مين بره بيشوهولك او مين بره بيخسلهولك واديش اكلها عاملة ازاي والميا اللي بيخسلها فيها عاملة ازاي بصو. انا هنا بيخسله تحت الحنفية تحت الميا الجارية زي ما انتم شايفين كده. وبخسل ان خشيش بتاحته كويس جدا وزي وبنتو شايفين بصو المياه نازلة منه عاملة ازاي والطينا نازلة من من راسه عاملة ازاي. فما بحبش يخسله بره يعني هو بره امره ما هيخسله بطريقتك ولا هيخسله زيك وكل اللي بيعمله ان هو بيجيب شوية مياه وبيحط فيها بقى سمكك وسمك غيرك ويخسل كده وخلاص. طبعا ما فيش حد هيعمل العميل ايديكي ابدا. خلصت بقى كده غسيله وكمان غسلت الوحود زي ما انتم شايفين من راحة الزفرة. ومحضر بعد كده بقى السمك للشاوي ودي الردة بتاعتنا اللي حنشفيه بيها وروحت بقى حطيته على النار. وهنا كانت الصلاة بتاعتنا كمان قطعتها وخلصتها الصلاة المشكلة بتاعتنا. عملت عليها بقى خيار وفلفل وطماطم وبقى دونس. وكمان جزر مبشور. هنا بقى بنحضر الدقة بتاعت البتنجال بتاعنا وزي ما انتم شايفين بحضرها فين بقى وبحضرها في الهون. بحبش عملها في الكبة خلص انا عندي الكوس محبش عملها في الكب. عملت الفلفل وحطيت عليه معلاء التوم ودقتهم جامد كده عشان الزيوت بتاعتهم تطلع مع بعضها وريحة تطلع مع بعضها. وبعد كده بقى بنزل عليه بعصر اللمون بعصر عليه لمونة كده. وكمان ملح وكمون. ما بحطش اكتر من كده بس اهم حاجة هو الهون بتاعنا. فيه ناس بقى بتعملو في الكبة فانت ورحتك لكده انتو عارفيني بقى الناس اللي متابعاني عارفيني بقى من عشاء حاجة زمان حاجة زمان كانت فعلا يعني فيها تعب شوية لكن بجد كان بيبقى لها حاجة كده يعني مختلفة عن دلوقتي. دلوقتي فيه راحة وبس. لكن مش بتديكي لريحة ولا طعم اللي احنا بكونا بناخده زمان. يعني بتعملي الحاجة في الكبة مش بتاخدي ريحة والطعم اللي كنتي بتعمليها في الهو. المهم كده احنا خلصناها اهي زي ما انتم شايفين وقلبتها كويس خالص وهجب بقى البتنجال بتاعنا وعنحشي كده من فوق. وبصوا هحط عليه الخلطة بتاعته وبسيبه بقى ايه يعني ياخد من راحة وطعمها لحد ما نيجي ناكله بيكون طعمها ورحة بجد حلوة او. اله وبركنه بقى وبصوا الصلاطة بتاعتها انا هحط عليها كمان هقطر عليها بصل. ما بحيبش اقطع على البصل ووركنه عليه لان بديها ريحة مش مستحب. انا بقطع البصل لما بنيجي خلاص هنحط الصلاطة ونيجي ناكل بقى على طول. ده بقى السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كان خلاص خلاص معنا. وبصوا ولا ولا مشوي يعني مش مرسوع ومش محروع. مشوي صح بجد. وبصوا بقى عصر عليه بقى لمون وملح وكمون. وبعد كده حط عليه جزا مبشو. السمك البوري انا بحيبش احط عليه حاجة اكتر من كده. في ناس طبعا بتعمله خلطات كتير وبتحطوه عليه كده انا بحيبش اعمل اكتر من كده. انا عندي اوضة هنا في البيت بشوي فيها يعني اوضة عملها على السطح وفوق. حط فيها الشارة اللي انا بشوي عليها وحط فيها كمان فرن غز وغنان كده. بعمل في اي حاجة انا عايزاها. آآ ده يعني احنا بيتنا بيت ملك مش اي جار او شقة في عمارة لقا وبيت ملك. فعشان كده يعني بعمل في الاوضة دي كل حاجة. آآ بشوي فيها سمك بقلي فيها السمك. كان اي حاجة ممكن ان هي بادل الشقة وبخاف على الشقة منها. بعملها في الاوضة دي. هي بتكون بعيدة طبعا على السطح فطبعا يعني منضف علي الدنيا وبتخليني ببعمش اي حاجة في الشقة اي حاجة خاف مني. آآ ربنا يا رب يدي كل واحد واي حد برضو مؤجر ربنا يا رب يدي ويرزقه بشقة تكون ملكة ويرزقه كمان آآ يا رب ببيت ملكة مش شقة بس طبعا لازم كلها ندعي البعض لان بصي في ملكين وقفين على اكتافك بيقولولك ولاك بالمسل فكل ما تدعي لأي حد الملكين دول يقولولك ولاك بالمسل. فادعوا بعض يا جماعة وربنا يا رب كده يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب يا رب ويوفقنا كلنا واللي ما عندوش ربنا يدي له يا رب. كده بقى كان الغداء بتاعنا زي ما انتم شايفين كان خلاص خلصناه ونروح بعد كده نغرف الرز مع بعض وزي ما قلتلك آآ اي حاجة بتعملها في بيتك بتكون احسن وانضف ميت مرة من اللي بتعمليها برا. آآ ده كده كان غدانا زي ما انتم شايفين ما بعملش اكتر من كده بحمل جنبه وقت بطاطس آآ لكن انا كنت شايفة انا كده خلاص كفاية وده كان الغداء بتاعنا وآآ الف هامة وشفة يا رب.